احنا النهاردة هنتكلم على مشاركتك باعتبارك ممثل عن شمال افريقيا والشرق الاوسط عن الاطفال والشباب بمجلس حول انسان تابع الامم المتحدة قلبي بقى عايز اعرف انه الكلمة بتاعتك او اهم المحاول الرئيسية اللي هتتكلم فيها اتبع ايه طيب هو انا ممثل شباب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الامم المتحدة الرئيسية للاطفال والشباب اه ولكن انا جاي المنتدى النهاردة مشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الانسان انا بصراحة مشتغلتش قبل كده خلص على حقوق الانسان انا كنت بشتغل قبل كده على القضايا التنموية يعني التنمية المستدامة الشباب والسلم والامن الحاجات اللي ليه علاقة بالشباب والتنمية المستدامة كل ما يخص الشباب والتنمية المستدامة في الامم المتحدة احنا كمجموعة الامم المتحدة الرئيسية للاطفال والشباب شاركنا فيها بصورة أو بأخرى وكمان بيكون بنشارك بصورة المفاوضات يعني بنتفوض مع الدول بنقعد معاهم على نفس الترابيزة وبنتفوض معاهم على أولوياتنا إحنا كشباب في الأجندة المطروحة على الترابيزة النهاردة والحمد لله بنقدر نحقق اللي إحنا بنكون عايزينه ويتحط في الأجندات اللي الدول كلها دول العالم كلها بتقدر تتوقع عليها وبتطبقها في الدول بتاعتها إحنا النهاردة عندنا بكرة نموذج المحاكاية لمجلس حقوق الإنسان أنا هكون بمثل دولة الفلبين لأنه ده نموذج محاكاية فكل حد بيمثل دولة هو ما يعرفش عنها حاجة علشان يتعلم عنها ويتعلم عن الدولة دي بتعمل إيه فبالنسبة لي الفلبين أنا معرفش عنها كتير والطلب مني أن أنا أمثل الفلبين وإيه الأضايا اللي بتشتغل عليها الفلبين إيه الأضايا اللي واقعا ممكن عندهم شوية إيه الأضايا اللي هم أقوية جدا فيها والعالم كله يحب إنه هو يتعلم منها الثيم الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان هيكون عن الكورونا وتدعيات أزمة كورونا وأثارها على حقوق الإنسان في العالم ترجمة نانسي قنقر